مؤمن زكريا صحيح شارك لدقائق قليلة لكنه وضع بصمته بخبرته وسجل هدف احتفل بشكل مبالغ فيه زي ما حضراتكو شفته وقالع الفانيلا ورماها ربما من فرط المبالغة في الاحتفال بالهدف وساعدته بان هو يرجع لهز الشباك تاني مؤمن لكن اعتقد الكابتن سيد عبد الحفيز وانا عارف عنده كل هذا التأدير وهذا القدر من السعادة بعودة مؤمن لمستواه واحد كان دعم ليه بشكل اساسي ومقدر خبرته وقيمته لكن كمان ما ينفعش يرمي الفانيلا ابدا بهذا الشكل فبالتالي استحق مؤمن عقوبة وفقا لما اعلنوا الكابتن سيد عبد الحفيز ودي عقوبة بتعظم قيمة شيرت النادي الاهلي دي عقوبة الحفاظ على قيمة الفانيلا الحمرة اه بتحتفل اه سعيد جدا اه مش بيطاير من الفرحة كل ده امور طبيعية جدا لكن القاء الفانيلا حتى وان كان احتفالا اعتقد العقوبة فلسفتها تعظيم قيمة الفانيلا والحفاظ على فانيلا النادي الاهلي ودي مسألة اه جنبا الى جنب مع عقوبة الانذار لانه انت كمان لما بتخرج عن اه الحالة الطبيعية في الاحتفال بتاخد انذار الفريق محتاج كل اللعيبة في الفترة اللي جاية ومؤمن واحد من اللعيبة اصحاب الخبرات المهمة تجديد عقده بقاه مع الفريق عودته تدريجيا لمستواه اعتقد يمثل اضافة نوعية مهمة جدا لفريق الاهلي في المرحلة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر